حزمة من القرارات الجمهورية الجديدة أصدرها رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي شملت تعديلات في وزارات العدل والأشغال والشيون الاجتماعية وحقوق الإنسان القرار الجمهوري أفضل إعفاء عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ لمحافظة عدن وتعيين عبد العزيز المفلح بدلاً عن تخرج المفلح من جامعة القاهرة في الاقتصاد والعلوم السياسية وتحمل سيرته الذاتية حصوله على جائزة السلام العالمية من أمريكا وتم اختياره كأحد يهم 500 شخصية قيادية في العالم للقرن الواحد والعشرين اعتبر مراقبون تعين المفلح الذي عين في 2015 مستشال للرئيس الجمهورية بمثابة إيطاحة بالمحافظ السابق عيدروس الزبيدي الذي شهدت إدارته لعدن اضطرابات أمنية كانت عدن قد شهدت قبل إعفاء الزبيدي منصبه توتراً أمنياً بين قوات الحماية الرئاسية وقوات أخرى تابعة لمطار عدن على خلفية احتجاز قائد اللواء حماية الرئاسية العميد مهران القباطي ومنعه من دخول عدن إعلان المفلح محافظاً لعدن سبقه عقد هاد اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني شدد فيه على ضرورة التزام المسؤولين بمسؤولياتهم الوطنية والدستورية في حماية الوطن وحفظ الأمن في المناطق المحررة ترجمة نانسي قنقر